الموضة بتاعت دبلومة البرمجة اللي تاخدها في ثلاث شهور اربع شهور وتتعلم كل حاجة انت عايزها في البرمجة وتبقى جاهز لسوء العمل ويوعدك بكده كمان كلام ده يعني مش منطقي ولا هو منطقي ولا هم بيتحقوا علينا ولا هي موضوع سبوبة خلينا نتفق بس على حاجة قبل ما نخش في الحتة دي اساسيات البرمجة او علوم الحاسب هي لازم ولا بد يتأسس فيها اي حد عشان يعرف يقول على نفسه ان هو مهندس برمجيات يقدر يقوم بانشاء سوفتوير ولما اقول اساسيات البرمجة او علوم الحاسب فانا اقصد بده قواعد البيانات اللي هي الديتابيز تتعلم الناتوركز تتعلم اصلا الكمبيوتر نفسه بيشتغل ازاي اللي هي بقى اللوجيك ديزاين واللوجيكال تينكينج اللي بقى الجيتس كلها اللي احنا تعلمناها وتأسسنا فيها في مرحلة ما عشان نبقى مبرمجين شاطرين لان المحور بتاع لغة البرمجة اللي هي كتابة الكود هي دي اصلا عنصر صغير اوي من عملية صناعة السوفتوير ولازم الواحد يدرك ده كويس جدا وهو بيتعامل مع مجال البرمجة المجال الكبير الواسع ده فيه تخصصات كتيرة جدا النهاردة بس اهم تخصص واكبر تخصص لازم ادركوا بالنسبة لي كمهندس برمجيات يعتمد اعتماد اساسي على تأسيسك البرمجي الصحيح فبناء على اللي انا بقوله ده مفيش حاجة اسمها 3-4 شهور وتلم الموضوع تلم الليلة كلها بتاعت المجال الكبير ده وتاخد القصة دي وتروح تشتغل في شركات كبرى كلام ده مش منطقي ومش عقلاني لان احنا لو هنتأسس برمجيا صح الموضوع بياخد وقت بس خليني اتفق على حاجة معيار الوقت قد ايه دي بتعتمد من شخص للتاني حسب قدرته في الاستعاب بسرعة يعني في ناس تقدر انها تتعلم كل الاساسيات وعلوم الحاسب وتتأسس صح خلال سنة خلال سنتين خلال ثلاث سنين خلال اربع سنين لكن برضو عشان نبقى واقعيين مع بعض المتوسط الطبيعي من اللي انا شفته على الاقل سنتين عشان تاخد الاساسيات الصحيحة وبعد السنتين دول تقدر تخش في الجانب بقى العملي ان انا اتعلم كتابة كود اخد يا عم اللي هي البوت كامب بتاعت الثلاث اربع شهور اللي تأسسني صح فالفكرة دايما والتحدي دايما بالنسبة لاي حد يكون مدرك مجال البرمجة واسع قد ايه يقدر ان هو يستعب ان هو بياخد وقت كتير جدا معي لو انا عايز ادخل المجال واشتغل بسرعة واخد الحلم بقى ان انا ايه في ثلاث اربع شهور انا بعمل شفت كارير وهاشتغل في ما فيش ما تتحكش على نفسك وما تخليش حد يتحك عليك لان ده مش واقع ما ينفعش في ثلاث اربع شهور توزن اللي هو العلم كله محتاج تاخده وتخدمه وتستوعبه انت ممكن اه تكرود بقى يعني تاخد من كل حاجة كده حاجة سريعة الماشي وخلاص وخليني برضو نحط واقع النهاردة بيحصل ان هو بيقارن مجال البرمجة زي وزي انت تقول ايه هتعلم انجليزي مثلا او ان انا هتعلم رسمة او ان انا هتعلم حاجة من المهارات اللي هي جرافيك ديزاين حاجات دي يقولك مش محتاجة عم تروح كلية وتدرس صح انا متفق معاك هي تعتمد اكتر على المهارة والحرفة والكرياتيفيتي الابداع لكن كلها علوم محتاجة تتأسس فيها صح يعني الطبيعي بتاع اي مجال من المجالات اللي انا ذكرتها هي المجالات اللي تعتمد على الابداع اكتر ما هي بتعتمد على ان انت تاخد علوم مكسفة نظرية وتدرسها بتعتمد ان انت تبقى عندك قدرة على الاستيعاب السريع للمعلومات وتواكب التطور فيها فمجال البرمجة صح في كل المعايير دي لكن احنا لازم ندرك كويس جدا ان الاساس دايما بتاع كل العلوم بتاع كل المجالات لازم يتحط صح عشان تقدر ان انت تواكب اللي هي المهارة نفسها بقى والابداع بتاع المهارة نفسه انا اتذكر ان في ناس شفتها عاملة شيفت كارير وانا عشرة الناس دي هو بيجي يخش مثلا من اي مجال تاني تخصص هندسي تخصص حتى غير اصلا هندسي داي جاي من طب وجاي محول عايز يدخل مجال البرمجة بيدخل على طول يقول لك انا عايز ابني application يعني دايما نشوف دخلته على طول بيخش للخطوة رقم عشر عشرين انا عايز ابني application بيدخل بيتعلم ازاي يكتب له سطرين تلاتة كود بلغة برمجة معينة بيطلع فعلا شاشة بيطلع application بناء على الكورس اللي هو اخده بعد ما بيخلص بقى كل القصة دي يفاجأ ان هو عم بيجي يروح يقدم على job ويقدم على وظيفة ويعمل interview عنده كمية حاجات كتيرة نقصة جدا مش موجودة ومش قادر ان هو اصلا يتعين او يتثبت في اي شغل عشان مفيش عنده اساس مفيش حاجة مكتملة وبقى هو ده الواقع بالنسبة له اللي هو بيعشره لان هو ما اخدش خبرة غير تلاتة اربع شهور دراسة عشان قطر يقدر ان هو يحط حجر الاساس وده مش الواقع فزي ما اتفقنا الموضوع بياخد وقت كبير جدا طب الواقع بتاعي ان انا النهاردة دخلت يا سيدي واخدت كورس اللي هو تلاتة اربع شهور دول وما حستش ان انا بعد ما طلعت من كورس ان انا استفدت حاجة لان انا اخدت جزء صغير ونقصني اساسيات كتيرة جدا عايزة زاكرها فهاجي اقول لك اقعد زاكر من مصدر موسوق يدي لك الاساسيات دي صح والمصادر المجانية موجودة كتيرة جدا النهاردة على رأسهم وانا ارشحه بقوة CS50 بتاع هارفرد وهتلاقي في ناس كمان عاملين له كمان ترجمة كاملة بالعربي تقعد عليه ده اصلا من ستة شهور لسنة تقعد اصلا تذاكر وتدرس الحاجات دي يفهمك بقى data structures يفهمك يعني الالجوريزم يفهمك يعني كمبيوتر وتعامل مع ميموري وتعامل مع CPU كل ده هو اساس الموضوع هو اصل الموضوع موضوع كتابة الكود ده ده بيجي اخر مرحلة حتى النهاردة انا في شغلي موضوع ان انا اكتب كود يحل مشكلة دي بتجي اخر خطوة كواحد سينيور انجينير بيشتغل اخر ستة بعملها باكتب كود انا بعد افكر واخطط واعمل analysis وافهم المشكلة بتحصل ازاي وبيتها تحصل ليه وايه مسبباتها وازاي تكونت وبعد كده اخر حاجة بوجدها ان انا اكتب الكود اللي يحل المشكلة وعن ما نقصد مشكلة عم بقصد بيها ان انت ممكن تبقى حاجة عايز تبنيها كapplication بس احنا بتزميها problem statement يعني ان انا افهم توصيف الحاجة اللي انا ببنيها ايه واحدد لها معطيات واضحة اللي هو ال scope بتاعي حدد لها تصور واضح بال steps اللي عايز امشي عليها goals اللي عايز امشي عليها الفيتشارز اللي انا عايز ابنيها المشاكل اللي ممكن تواجهني لو حاجة قائمة وشغالة ايه اللي محتاجة ان انا افهمه واستعوبه جواه فكل الاجزاء المتعلقة ببناء عملية software كsoftware development life cycle محتاج تدرسها ومحتاج تدرس اساسيات علوم الحاسب ال data base الالجوريزم ال data structure فزي ما بقولك كده ابدأ المنطلق بتاعك من الكورسات اللي هي تأسيسية والحمد لله النهاردة برضو يعني مش كل الناس بتدي اللي هي بس التلات شهور الاربع شهور البوت كامب ويدحك عليك في ناس بجد بتدي ست شهور وتسع شهور ومن مؤسسات معروفة يعني مثلا في مصر انت اخد مثلا رفرنس كويس اللي هو اي تي اي اي او المركز العالي لتقنية المعلومات اللي هو تابع الجزر الصلاة فهو بيدي لك اللي هي منحة التسع شهور لان هم مقتنع ان التسع شهور دي اقل مدة عشان تبدأ تتكلم ان انت اخدت يا سيدي تراك ومشيت فيه لغاية الاخر الحاجات بقى اللي هم بيحطها لك حتى كتراك تلت شهور او حاجات صغيرة هم نفسهم ايلين ان الحاجات دي لو انت عايز تاخد بس جزء او معلومة نقصاك في حتة معينة فبتاخد اللي هو كورس التلت شهور او تراك التلت شهور فتطلع بكونكلوجين مهمة ان انت لو بتتأسس لسه في الاول خد الموضوع صح اتأسس في الاساسيات المنطقية اللي تاخد وقتها واخدمها صح يا اما ما تخشش للمجال وتتوقع منه توقعات عالية يعني انت لو دخلت اخدت حاجات اللي هي التلاتة اربعة شهور كأساسيات وطول كفاية كده هتلاقي نفسك طول عمرك شغال بتعمل حاجات صغيرة مش عارف تكبر في المجال يعني عمل بتعمل حاجات فريلانس موقع صغير حاجات بالاتش تعمل بسيطة تعلمتها بس عشان خاطر تتأسس صح لازم تدي نفسك حقك وتخدم مخك تعمل فيه بالمعلومات الصحيحة اللي تكون لك توجه صحيح في الكارير بتاعك كسوفتوير انجينير وبعد كده طبعا ما تتأسس بقى موضوع اصلا الكورسات اللي هي التلات شهور دي حاجات مستمرة مدى الحياة يعني الكورسات اللي هي مثلا على يوديمي الكورسات اللي هي موجودة على يوداسيتي وغيره من الحاجات اللي موجودة النهاردة مجانية او بفلوس كلها بيبقى هدفها انها تديلك معلومة في تراك او سبيشيلايزيشن معين مش ان انا هتديني اساسيات بشكل عام لازم اخد اكون خلصت قصة الاساسيات دي مرة واحدة خدمتها بعد كده تراك اللي انت تدخل فيه web development mobile development artificial intelligence اي بقى تراك من التراكس دي بيبقى ليها بقى التولز بتاعتها التكنولوجيز بتاعتها الافكار بتاعتها الباست براكتس اللي هم بسموه افضل طريقة تتعمل مع التخصص ده ايه دي ساعاتها بتروح تاخد بقى تراك في ده يعني برضو ادي لك مثلا مثال عام ان انت ما ينفعش اول ما لسه انت بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تقوله انا هدخل web development ده مش منطقي هو انت اول ما تبدأ ابدأ algorithm data structure الحاجات اللي احنا كلها ذكرناها بعد كده ما تخلص الحاجات دي تركز فيها تتأسس فيها صح تفهم الفلو والconditional logic والحاجات كلها اللي بتحصل دي ابدأ بقى تقوله اه يلا انا جاهز بقى خش في web development بعد ما تكون انت استوعبت هضمت الحاجات دي بنسبة عالية يعني مش زي ما تبقى 100% بس بنسبة عالية وزي ما بقولك بتاخد وقت اصبر خليه عندك صبر مش هيبقى عندك صبر بلاش تدخل المجال احسن لان هو توقعات مش تبقى عالية والناس النهاردة اللي بتاخد وبتقبض مرتبات مجزية في المجال ناس اتأسست صح جدا وناس درست كل حاجة متعلقة بالكمبيوتر بالsoftware التعامل مع الميموري التعامل مع الهارد ديسك التعامل مع السي بي يو concept مثلا معين زي الميموري allocation ده حاجة النهاردة ممكن تبقى هي سبب مشكلتك ان مثلا الsoftware اللي انت بانيته ده بيليك في الميموري عمال بيخلي الميموري بتأبيوز بتتملع على الاخر فانت لو راجل فاهم يعني ميموري allocation وفاهم ازا تتعامل معها بطريقة advanced هتعرف توجيهها صح فاهم يعني garbage collector فاهم بتعامل ازاي مع الهيب حاجات دي كلها حاجات اخدنا فيها وقت عشان ندرسها وتأسسنا فيها صح المنطقي طبعا لو حد لسه مثلا في سنوية عامة او حتى قدامه فرصه ان هو يدخل يدرس مثلا في كلية فبياخد فرصة ان هو يتحط في البيئة المناسبة لتعلم ده مش شرط يكون تعليم الكليات اعلى حاجة او على مستوى بس هيدخلوك في الاساسيات صح خصوصا ان انت هيبقى معاك ناس بتدرس نفس الحاجات دي تعرف تسألها طلبة زميلك في دكاترة في عضاية تدريس في بيئة مناسبة لتعلم الاساسيات لو انت لوحدك طبعا بتبقى هي في صعوبة اكتر واكتر لكن كل واحد وحسب ظروفه بس الconcept العام اساسيات البرمجة هي اللي هتفتح لك الطريق عشان تدخل المجال صح وعشان تحصل بعد سنة اثنين تلات اربعة على وظيفة تديلك مرتب مجزي تكون انت متأسس صح فاهم تكنولوجي فاهم باست براكتس فاهم تتعامل ازاي مع الهاردوير والسوفتوير وتطلع في الاخر خالص شخص مؤهل ان انت ترتقي بعد كده في الكارير بتاعك